اشتركوا في القناة وقعوا الكارثة في مفاعل زابروجيا الذي تسيطر عليه القوات الروسية وبسبب المعارك الدائرة في بخماط يتعرض لانقطاع مستمر لطيار الكهرباء فماذا يحدث هناك وكم تبقى على وقوع الكارثة تسببت المعارك الطاحنة بين الجانبين الروسي والاوكراني للسيطرة على بخماط بشرق اوكرانيا لتحول المدينة الى ارض قاحلة مشتعلة حيث فقدت محطة الطاقة النووية زابروجيا التي تحتلها القوات الروسية طاقتها نتيجة الهجمات بسبب انقطاع الطيار الكهربائي عنها مما ادى لاعلان مشغل الطاقة النووية في البلد الخميس محذرا من مخاطر وقوع حادث بها وقد افادت شركة انيرغاتوم في بيان ان خط الاتصال الاخير بين محطة زابروجيا النووية المحتلة وشبكة قهرباء الاوكرانية قطعة بسبب الهجمات الروسية وتابعت الشركة انتقلت المحطة حاليا الى نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ احتلالها مشيرة الى وقف محركات الوحدتين الخامسة والسادسة واوضحت الشركة انه تم تشغيل ثمانية عشر مولدا للطوارئ تعمل على الديزل لضمان حد ادنى من التغذية للمحطة وضيفة ان هناك كمية من الوقود تكفي لعشرة ايام بدأ العد العكسي وحضرت الشركة بانه اذا لم يكن من الممكن معاودة التغذية الكهربائية الخارجية للمحطة قد يحدث حادث تكون له عواقب اشعاعية في العالم باسره من جهة اخرى اكدت الوحدة الروسية التي تدير المحطة تفعيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لكنها قالت ان هذا الاجراء كان يسبب قصر قهربائي دون تحديد الاسباب يذكر ان الجيش الروسي يسيطر على هذه المنشأة النووية الكبيرة بجنوب اوكرانيا منذ الرابع من مارس لعام الفين واثنين وعشرين بعد تسعة ايام من بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ومن جانبه حذر مدير الولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة انقطاع الكهرباء المتكرر في محطة زبروجيا واطلق المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رفيال جروسي مجددا الخميس تحذيرا جديدا بعد ضربة روسية على محطة الطاقة النووية الاوكرانية في زبروجيا التي باتت تعمل على مولدات للحالات الطارئة يذكر ان كل ما يحدث الان تنبأت به العرفة البلغارية بابا فانجا والتي توقعت وقوع حادث نووي من شأنه ان يطلق يوما ضر تغطي قارة اسيا ايضا اكدت بابا فانجا ان مدار الارض سيتحول بطريقة ما في عام 2023 واي تعديل بسيط يمكن في محور دوران الارض سيؤدي الى عواقب خطيرة للغاية للمناخ ومستويات سطح البحر وهو ما حدث بالفعل ويقال ان بابا فانجا توقعت انهيار محتملا لمحطة طاقة نووية من بين نبوءاتها العديدة لعام 2023 وستكون هذه النبوءة مخيفة مع تزايد مخاوف قادة الدول بشأن كارثة نووية في اوكرانيا حيث لا تزال روسيا تسيطر على محطة الطاقة النووية في استمرار الحرب مع استمرار الحرب حولها ويأتي هذا التنبؤ بعد توقعاتها السابقة لكارثة تشيرنوبل وبات الامر مرعبا فأي خطأ بسيط من قبل الروس سيؤدي الوقوع كارثة سيكون لها عواقب وخيمة على جميع دول العالم فهل نحن على موعد بعد عشرة ايام مع كارثة جديدة تشبه تشيرنوبل في اوكرانيا شكرا مشاهدين على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وامنه